بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طلب الطالبات الصف الأول تخصص صناعات كهربية أهلا وسهلا بيكو في حلقة جديدة بمردمجنا ببيتنا مدرسة النهاردة إن شاء الله هنكمل سلسلة الأساسيات للهندسة الكهربية اللي بدأنا بيها بالأول خالص مقاومات بعد كده تعرضنا لمجسفات اشتغلنا الحلقة السابقة على حاجة اسمها الملفات وكنا تعرضنا للملف ده كتركيب وقلنا للملف دوت لما جي أصنفه كتصنيف راجل فني فني قهربة أو فني إلكترونيات أو فني أجهزة بقول إيه بقى؟ بقول ملفات ديت في التصنيف بتاعها آنوعين ملفات خاصة بالتركيب أو بأنواع خاصة بالتركيب وأنواع تانية خاصة باستخدامه. تعرضنا في الحلقات السابقة اللي استخدمت الانواع الخاصة بالتركيب وعرفنا للملفات كلها سواء كانت ملفات قلب حديدي أو قلب هوائي أو قلب الفريتات أو قلب مصنوع من برط الحديد كلها بالجامل كده تستخدم في دوائر الرنين تستخدم في دوائر الترددات العالية تستخدم في دوائر الترددات المنخفضة اتعرضنا لأنواع الملفات من حيث التركيب واتفقنا مع بعضنا أن أنا عندي أربع ملفات ما لهمش خامس في التركيب بيقولي قلب حديدي أو قلب معناطيسي سابت وقلب معناطيسي متغير وقلب معناطيسي هوائي أو بيسموه قلب هوائي سابت وقلب هوائي متغير وخدنا كل واحد بالتفصيل بيشتغل في إيه وبيستخدم في إيه ومش كده وكمان اللي عليه ساهم يبقى ده عبارة عن ايه متغير لو ما فيهش قلب حديدي يبقى هوى فيه قلب حديدي يبقى قلب حديدي مغناطيسي سابت او متغير طيب النهاردة ان شاء الله بقى هنكمل السلسلة التانية بقى أنواع الملفات من حيث الاستخدام هو انت يا مصر قلتنا قبل كده انواع الملفات من حيث التركيب ما هو هو داخل فعل استخدام بس مجا صنافة بقول والله انا عايز ملفات جهد منخفض او ملفات جهد عالي او ملفات تلوضات عالية او ملفات تلوضات منخفضة فبالتالي اصنفها من حيث التركيب خلاص انا عرفت التشريح من جوه شكله ايه يهم قلب هوى يهم قلب مغناطيس وكان الهوى بينقسم الى قسمين هوى سابت وهوى متغير والمغناطيس سابت ومتغير خلاص التركيب كده عشان لما شفها بعناي افرق بين داو 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 دا لكن بقى التركيب من جوه او الاستخدام بقى بيستخدم فيه انا دلوقتي عندي دايرة الالكترونية عايز احط فيها مثلا ملف من النوع معين توالي او توازي او حطه بطرقة معين لازم بده ادرس انواحها من حيث الاستخدام انت هتلاقي كله بيصب في منبع واحد لان دي كهرباء الكهرباء واحدة بس خلوا بالكم كل ملف زي ما قلتلكم ليه طبيعته الخاصة يعني اللي يستخدم هنا ممكن ما ينفعش هنا واللي يستخدم هنا ما ينفعش حطه هنا كل دايرة كهربية او دايرة الالكترونية عايزة نوع معين من الملفات فبالتالي لازم بقى كده يا مستر تصدعنا وتقول لنا الملفات دي انواع ما هو لازم تعرفها زي ما قلنا في اول الحلقات خالص لما اشتغلنا مع بعضنا مادة اساسيات وقلتلك انت لازم تاخد كما الحاجات كلها تعرفها تعرف دا ايه ودا ايه ودا ايه ودا ايه لكن لما نتخصص في سنة تانية هنشتغل على حاجة معينة بس فانت في الاول بتاخد قعدة عريضة من الحاجات اللي هتدرسها ان شاء الله على مدار التلت سنوات عشان لما نطلح تانية او تالتة بقى والي يروح الاجتلونات يروح والي يروح الحاسبات يروح يبقى فاهم على الال اللي خالص عنده فكرة صغيرة يعرف يكتب ويقرأ زي ما كده بديشتغل في الاتدائي وبعدك انا نتخصص بقى تمام؟ طيب الجزء بقى بقى للحلقة بتاع النهاردة هنتعرض لشقين مهمين جدا انواع الملفات ثم تيتنحسل استهدام ونقدرس حاجة اسمها التأثيرات الكهربية التأثيرات الكهربية بقى انت عمل تقولينا يا مستر مغناطيس ومغناطيسية هي في علاقة بين الكهرباء والمغناطيسية طبعا ده علاقة وطيدة وعلاقة... وعلاقة كده بقى ايه من league من قدم القدم يعني علاقة ايه يعني ازا برملكه كده سمنا على عسل لتنين ما فيش كهربة من غير مغناطيسية وما فيش مغناطسية منظر الكهرباء ازاي منستر اه طبعا جميع الدوايا اللي انت هتشوفها وتتعرض لها فها مغناطسية زائد الكهربية لاتنين كوكتيل كده مع بعض طيب تعالوا بقى بينا كده نبدأ حلقتنا ونقول النهاردة انواع الملفات من حيث الاستخدام كنا نكلمنا كده على جزء اسمها ايه اول انواع اللي عندنا واحد ملفات خنقة للتردات العالية وفكرك كده باللي قلناه ان الملفات الخنقة دي المقصوب بيها بتخنق التردات العالية عشان القلة تشتغل وبعد كده تعملها عملية خنقة توصلها القيمة صغيرة ودي قلنا لازم تتوصل على التوالي وافكركم كده لا انا سامع بنت شطرة كده وولاك شطر بقول لي يا مستر انت قلتنا بوصلها على التوالي برافو عليكو في حلقات السابقة عشان الطيار قيمته تقل وامنع التشويش والشوشرة وتستخدم برضو في دوائر التوحيد ايه بقى دوائر التوحيد دي بقى اللي عايز اعرضها لي دوائر التوحيد دي ان انا عندي كهرباء طيار متغير او طيار مستمر عايز احاوله طيار متغير ايه يا مستر الكلام ده هو ينفع اه ينفع الطيار المتغير اللي عندنا في البيت او في الشركة او في المصنع او في الورشة او في المكان اللي احنا فيه ده هو اسمه طيار متغير بقدرة قدر كده ممكن اعمله عملية توحيد ان انا خليه طيار مستمر اه ينفع الشاحن بتاع الموبايل ده اصلا اللي انت بتشحن به الموبايل 24 ساعة في البيت ده هو مو شغال ع الطيار المستمر الشاشة نفسها اللي عندك في البيت طيار مستمر ايه يا مصطر وما لنتو في الكتالوج بيقوله طيار متغير مو طيار متغير بس انا حاطت جوه الشاشة او جوه الكيسة بتاع الكمبيوتر او جوه اللاب توب او جوه الموبايل حاجة اسمها دائرة الباور دائرة الباور دي وظيفتها ايه او فيها ايه من جوة فيها موحد الموحد ده وظيفته ايه بيوحد لك قيمة الطيار يعني ايه قيمة الطيار احنا اول ما اشتغلنا السيات قلت لك الطيار نوعين طيار متغير وطيار مستمر المتغير اللي هو متغير القيمة والاتجاه فانا الموبايل بتاعي يشحن بطيار مستمر طب اجيب طيار مستمر ابنين هجيب بطارية حطها في البيت قالك لا البيت عندك فيه بريزة عادية خالص لو منبع طيار عادي متغير بحط الشاحن الشاحن ده من جوه فيه دائرة توحيد ايه وظيفتها بقى بتاخد الطيار اللي عندي في البيت طيار متغير تخليه طيار ايه مستمر عشان البطارية بتاع الموبايل بتاعك تشحن بطيار مستمر 11 او 12 او 9 فولت تمام كده علفت يعني ايه كلمة توحيد ان انا اوحد الطيار المتغير لطيار مستمر طيب النوع التاني اللي عندنا بيسميها ملفات الرانين يعني ايها مستر كلمة رانين اه فكرتوني بيها مش الرانين دي يقولنا عليه اللي هو الدايرة بتحصلها الرانين يكون الدايرة دي مقاومة وملف مكسف ويكس ايه اللي تساوي ال اكس سي اه برافو عليك وهي دي بالظبط ملفات الرانين دي ايه بقى قال لي توصل الملفات مع المكسفات المتغيرة والمقاومات وذلك لاحداث رانين عند ترددات معينة وذلك في دوائر الراديو يبقى ملفات الرانين دي باستخدمها مع المكسف والمقاومة عشان تعمل لي ايه بقى اجا اقولك مثلا ازاعة كذا عند تردد مثلا 9.6 او 98.6 او 94.8 ده اسمه تردد ايه بقى التردد ان انت اول ما تجيب التردد ده تلاقي الازاعة اللي انت عايزها بالظبط ما تلاقيش ازاعة جوه ازاعة جوه ازاعة او تلاقي تشويش فده اسمه ايه بقى رانين ان الدائرة تسمع صوتها تسمع صوتها يعني ايه يعني اول ما تجي الازاعة عند التردد اللي انت عايز وتوافق معاه إذن التردد يجيب لك الإزاعة اللي أنت عايزة تسمحها أو القناة اللي أنت هتنزلها على الرسيفر وانت بتبرمج فبالتالي ملفات الرانين تستخدم في دوائر الراديو والتلفزيون ودي تعتبر من أهم الدوائر اللي عندنا إن شاء الله اللي هما بقى قسم الحاسبات وقسم الإلكترونات السنة الجاية إن شاء الله هيدرسها بالتفصيل وياخد دائر التلفزيون كاملة ودائرة راديو كاملة لكن قسم التركيبات والمعدات الكهربية هيشتغل على المحولات ويشتغل على المحركات وهيشتغل على المولدات فلازم أعرف إن الملفات دي برضو دخل في بعض الصناعات المعينة فالله هتنزل الصناعة هيشتغل بقى عليها ويوصلها ويشتغل عليه تعالوا نشوف النوع الثالث اللي عندنا بقول لي ملفات المواءمة والاتصال برضو نفس الكلام تستخدم فيها عدة ملفات بينها حاس متبادل حتى يمكن نقل الزبزبات من دايرة الأخرى دي بقى بتستخدم في نقل الزبزبات من دايرة الأخرى الزبزبات المقصوب بيها الترددات يا أولاد اللي هو الترددات بتاعتنا سواء كان تردد الطيار المتغير أو ترددات الاتصال اللي هي الدواري اللي احنا قلنا عليها الإزاعات المعينة أو ترددات بعض القنوات اللي هي المسموعة أو المرئية طيب تعالوا بقى نشوف جزء مهم جدا جدا في حياتنا اللي هو إيه بقى التأثيرات المختلفة للطيار الكهربي اللي هو التأثير الكهرومغناطيسي شفتوا الكلمة الكهرومغناطيسي مفيش كهربا بتعدي علينا اللي هيبقى فيها مغناطيسية مفيش سلك بيشيل طيار اللي هيبقى جواه خطوط مجال مغناطيس فاحنا النهاردة هنتعرض للتأثير المختلف للطيار الكهربي قبل ما نتكلم في الجزء ده تعالوا بقى ناخد مقدمة سريعة كده عن التأثيرات الكهربية للطيار الكهربي أو التأثير الكهرومغناطيسي سميناه كهرومغناطيسي الكلمة كده نصها كهرومغناطيسي 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 جاي من كلمة كهربا والمغناطيسية اللي احنا عارفين المغناطيسية اول ما اشتغلوها او اول ما عارفوها عبارة عن ايه في مغناطيسية عندنا اسمها المغناطيسية الدائمة ان ربنا خلقها دي مجموعة سخور كده ومجموعة السخور دي موجودة بتبقى بتجزب يعني انت لو معاك حتة حديدة كده او معاك مادة معدنية بتلايها جزة بتليك ودي ربنا عز وجل خلقها لنا زيها زي الميا والهواء دي اسمها سخور مغناطيسية طيب افترضنا انا ما عنديش السخور المغناطيسية دي العلم بيتطور طبعا وبيينقل عشان انا نقل صورة او عشان نقل تردد او عشان اشتغل كمولد او كمحرك في مكان معين لازم مغناطيسية لازم فيد مغناطيسي لان جميع نظرات التوليد الكهرابي بنيت على ان مجال بيجي عن طريق قطب شمالي وقطب جنوبي وحتة سلك يعني يا مستر الكلام يعني الكهرابي اللي جانا من السد العلدية جانا من طريقة دي اه جانا من طريقة دي ان في مجال مغناطيسي اتولت في المجال المغناطيسي ده والطيار نتيجة وجود موصل فالكهرابي تيجي عن طريق المغناطيسية والمغناطيسية ماشية مع الكهربية والاثنين حبايب وسمنا على عسل زي ما قلنا في بداية الحلقة طب يا مستر ايه علاقة ده هو بين احنا في سنة اولى يعني لازم اعرف الكلام ده اه طبعا لازم تعرف لازم تعرف ان المغناطيس دي كانت قديمة اوي اللي هي المغناطيسية اللي هي الدائمة بيسموه مغناطيس دائم اللي هو زي حدوط الفرس زي الشكل اللي شفناه من شوي حزاء الفرس ده قضيب مغناطيس ربنا خلقهن باخد السفرة دي اقطع منها الاجزاء اللي انا عايزة ودخلها بقى في لعب الاطفال ادخلها في دور الراديو وفي دورات تلفزيون ادخلها في اجهزة معينة اللي هي المغناطيسية لو جبنا لعبة اطفال كده صغيرة اللي هي شغالة برمود كنترول او كده فمحرق كده لو فتحناه من جوة نلاقي فيه مغناطيس كده اللي هو الجاذب اللي هو بيلقط المصامير وبيلقط البراط الحديد والحاجات دي كلها ده منه الشمالي ومنه الجنوبي واتفقنا مع بعضنا زمان في العلوم ياولاد كانوا بقولون ايه الاقطاب المتشبهة تتنافر والاقطاب المختلفة تتجازب يعني لو عندي حتتين او قطعتين من المغناطيس الدائم دائم يعني بقى يعني ربنا خالق يعني المغناطيسية فيه موجودة ابدا الظهر يعني مش هتخلص فارروح جايي مثلا المغناطيس ده اقرب اتنين من بعض اللي هو مجازبوا وساعة تقلب المغناطيس اللي هو مجازبوا يعني اقعد اعمل كده بيدي بقوة الاقي برضو مفيش استجابة مش هيجزبك خالص لان الشمالي مع الشمالي والجنوبي مع الجنوبي يحصل تنافر لكن شين مع جيم يعني شمالي مع جنوبي يحصل ايه تجازب وانا عمنا كلوم اللي لنا علاقة جميلة جدا ان الاقطاب او الاقطاب المتشبهة تتنافر والاقطاب المختلفة تتجازب طيب ايه بقى المغناطيس التاني اللي بنا هتكلم عنه وخصونا احنا بقى في الكهرباء اسمه مغناطيس صناعي يعني ايه مغناطيس صناعي يا مستر لو جبنا مصمار ولفنا عليه سلك مصنوع من النحاس وحطناه بوصناه بالطيار الكهرباء بعد ثلاث دقائق تلاقي المصمار ده قلب بدل ما هو مصمار بقى مغناطيس اه على طول كده اوتوماتيك لان مر فيه طيار كهرباء الطيار الكهرباء ايه عمل مغناطيسية فاصبح بنسميه كده مغناطيس صناعي عشان كده المغناطيسية ركبة مع الطيار ومع الاتنين دول مع بعض حباب زي ما قلنا لغايت لما يختاروا حاجة بقى تفصلهم عن بعض ودي استحالة لانه دي من اساسيات توليد الطيار الكهرباء طيب التأثير الكهرباء مغناطيسي النهاردة عشان نفهمه تعالوا كده نشوف مع بعض الطريقة دي بتتشتغل ازاي او بتعمل ازاي او المفهوم ده جميه بيقول لي ايه بقى يتولد مجال مغناطيسي نتيجة دوران الالكترونية ذات الشحنة السالبة في مداره حول النواة يعني انا عشان اولد مغناطيسية لازم يقع عندي شحنة والشحنة دي ممكن تبقى شحنة سالبة او شحنة ايه او شحنة مجابة وعندنا الكهرباء اولاد نوعين كهرباء استاتيكية وكهرباء طيارية الكهرباء الاستاتيكية دي بيسموها الكهرباء السكنة يعني ايه كهرباء سكنة يا مستر يعني لا تولد عنها مجال مغناطيس خلوا بالكم الطيار الكهرباء الطيارية اللي احنا شغلنا عليها في البيت دي اسمها كهرباء طيارية او كهرباء متحركة يعني ينتج عنها مجال مغناطيس فاكرين كده زمان لو كنا بنمسك القلم كده ونعملوا في شعرنا كده ونقربوا كده لقصصات الورق كنا الليه القلم ده بيجذب دي اسمها استاتيكية اسمها كهرباء ايه استاتيكية او يوم شتة كده تعمل بيدك كده تلاقي نفسك دي فيه تلاقي فيه شحنات كده طلعت على ايدك ايه شحنات ايه شحنات ايه شحنات يا مصر ما احنا فيه في جسمنا بعض الشحنات الكهربية الصغيرة جدا فالشحنات دي تعمل كده بيدك تلاقي ايدك ايه تلاقي نفسك كده ايه فيه سخونة حصلت في ايدك فجسمك ايه يعني يحس بحرارة دي اسمها ايه بقى استاتيكية لو انت كده لاحظ القطر هو داخل المحطة كده او المترو يعمل شرارة كده بين القضيب السكة او العجلة بتاعته ده يحصل شرارة كده دي سمو احتكاك الاحتكاك ده تنتج عنه ايه نتج عنه حاجة اسمها استاتيكية يبقى الاستاتيكية عشان الكلمة دي لما تقابلك تبقى عارف معناها ايه ان انا هجيب جزء متحرك مع جزء ثابت لو احتكت لتنين مع بعض بينتج كهربا تسمى كهربا استاتيكية والكهربا دي ما فيهاش مغناطسية الكهربا دي ما فيهاش ايه ما فيهاش مغناطسية لكن المغناطسية جاي منين بقى جايب من الكهربا المتحركة اللي ان شاء الله بإذن الله هندرسها بالتفصيل السنة دي تعالوا كده نشوف مع بعضنا ايه هي بقى كلمة مغناطسي ويعني ايه مغناطسي حوله موصل بيقول لي ايه شايفين الرسمة ديت دي عبارة عن ايه جبت ورقة الورقة ديت مقواه يعني ايه ورقة مقواه يعني ورقة كارتونة وروحت جاي راشش عليها كده شوية برادة حديد برادة الحديد ديت اللي هي النواتج بتاع البرادة بعد ما قصيت او بعد ما عملت عملية برادة البرادة ديت حطتها كده بشكل عشوائي واول ما مرر طيار اوتوماتيك الاء البرادة ده هي اتعملت شكل دواير مصطر من غير ما جاي يمتها اه من غير ما تيجي يمتها بالظبط كده عاملة زي الدوامة يعني الدوامة لو احنا عادين كده على شط النهر مثلا او عادين على مثلا الترع مترع او حاجة او مصرف المصارب ورقة جاي جاي بطوبة كده ورميها بتعمل دوامات 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 ياب تجبر 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 بقى تصغر 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 الدوامات دي بقى تعملت ايه نتيجة ان انت قلقت الحجر في الايه في المشطة او في البحر هنا نفس الكلام لو انا جيت برادة حديد وحطتها بشكل عشوائي يعني زي ما برش كده ايه برش توابل على الاكل مثلا رشت رش عادي كده على الورقة ومررت طيار كهرابي ايه اللي يحصل للورقة دي بلاقي كده المغناطسية او البرادة الحديد خادت شكل دواير مش عشوائي ده مرصوصة زي يقولون كده رصة معلم طب جات منين ده اسمه المجال المغناطيسي حول الموصل وهنا استدلينا على ان المجال المغناطيسي لو انا عندي سلك ومررت في السلك ده طيار كهرابي بينتك حول الموصل مجال مغناطيسي بينتك حول الموصل ايه مجال مغناطيسي يبقى التجربة اللي عملتها دهيت عشان اثبت لك ان المجال المغناطيسي بيكون حول الموصل يعني السلك معده وقت من الكارتونة وأنا رميت شوات برادة حديد بشكل عشوائي بعد ما بوصل طيار اللي انت شايفه عن طريق بطارية أو حجر طرش اللي هو دهوت إيه اللي يحصل لشوات البرادة دول بل يوم خدوا شكل إيه؟ اتحرقوا عشوائي وخدوا شكل دوائر منظمة دوائر كده زي الدوامات عشان كده سموها إن الكهرباء عندنا لو مرت في سلك بتعمل مجال مغناطيسي حول الموصل خلاص؟ طيب تعالوا بقى نشوف إيه بقى؟ كلمتين اللي أنا أقولت بولك عند مرور الطيارة القهرابي بالموصل يولد مجالا مغناطيسيا متولد من دوارار الإلكترونات يبقى المجال المغناطيسي ده جيه من يين؟ جيه عن طريق الإلكترونات اللي ماشى في الطيار حول النواه في دوائر مغلقة نجد أن المجال المغناطيسي الناتج من مرور الطيار القهرابي يكون عبارة عن دوائر متحدة خلوا بالكو دوائر متحدة للمركز مثل إيش دايرة؟ رجبة فوق دايرة ده الدوائر كلها طلعة من حتة واحدة زي ما يكون كده مسك برجل انت ومحدد المركز وعمل تاخد الدايرة وكبرت الفتحة وخدت الدايرة التانية وكبرت الفتحة وخدت الدايرة التالتة والمركز ايه اولاد برافو عليكم المركز واحد فعشان كده استدلين على ان الطيار الكهرابي لو مشي لو مشي او عدف موصل بينتج عنه مجال مغناطيسي والمجال ده يبقى على شكل ايه بقى دوائر متحدة المركز حول الموصل طيب هل الدوائر دية بشوفها بعيني اه شوفتها بعين طيب فيه طرق تانية اه قال لي يمكن معرفة اتجاه المجال المغناطيسي عن طريق قاعدة اليد اليمنى عندنا قاعدة بتقول لي ايه بقى يد اليمنى دي بتنص عليه بتنص على انه اذا امسك الفرض بيده اليمنى سلكا بحيث يشير الابهام الى اتجاه الطيار فان بقية الاصابع تشير الى اتجاه المجال المغناطيس ايه مستر الكلام ده يعني ايه قاعدة اليد اليمنى دي واحد اسمه فيلمنج عمل قاعدة اسمها قاعدة اليد اليمنى وده عالم مشكورا يعني الناس دي تعبت عشان توصل لنا المعلومة السهلة دية اللي احنا ممكن نبقى واخدين مش واخدين بالنا من قال لونا جيت كده مسكت سلك بيده اليمنى يعني السلك كده مسكته بيده اليمنى زي السلك ده كده مسكت سلك كده بيده اليمن كده قال لي الابهام ده هوت الابهام بيشير الى اتجاه المجال ولا بيشير الى اتجاه الطيار قال لي الإبهام وتشير إلى اتجاه الطيار يعني الطيار طلع الإق días أعلى كده أو نزل لتحت كده وصوابع الاربعة أو بقية صوابعي تشير إلى اتجاه المجال المغناطيس يبقى المجال المغناطيس حول الإيه؟ حول الموصل وملاقشار إليها صوابعي الاربعة خلو بالكم يبقى مجا أقول لك أذكر نص قاعة ذادي اليومنا أو إيه يا قاعة ذادي اليومنا دي تقول ليه؟ configure لو أنا مسكت سلك بإيدي اليمين قال لي صباعي الإبهام بيشير إلى اتجاه الطيار وبقيت صوابعي بتدل على إن فيه مجال معناطيسي يبقى أنا استدلت على هنا على إن المجال المناطيسي بيكون حول الموصل طب تمام حاجة أهو الراجل ماسك السلكة هوت زي ما أنا قلت لكم هوت لو أنا ماسكه هنا اهو اتجاه المجالة هوت يبقى حول الموصل هنا برضو اتجاه المجال حول صوابعه شوفوا اتجاه الطيار ماشي إزاي هنا اتجاه الطيار كده هنا اتجاه الطيار لأعلى بس صوابعه الأربعة البقيين بتدل على إن وجود مجال وكل المجال شايفين بقى من هنا أوضحة إتجاه الطير هيبقى يمت يمت اللي يمينة هي لكن بقيت صوابعه ده يدل على وجود إيه؟ وجود طياري بقى الطيار اللي ماشي هنا ماشي لتحته شايفين السهمة هو ماشي مع أصبعه الإبهام لكن بقيت صوابعه اللي انت شايف العلامة دي بتقولك إن هنا في مجال مغناطيسي واستدلنا بالرسمة دي على إن المجال المغناطيسي بيكون حول الموسط طيب في طرق أخرى آه يبقى أول طريقة خدناها قاعدة لدي اليومي الطريقة الثانية يقول لي يبقى يمكن تحديد اتجاه المجال المغناطيسي الناتج من مرور طيار كارابي في موسط باستخدام البوصلة عارفين البوصلة كلنا؟ البوصلة دي حاجة كده مكتوب عليها شرق غرب شمال جنوب لو أنا حطتها على المكتب بلاقي البوصلة دي بتحدد لاتجاه الشرق أو اتجاه الغرب أو اتجاه الشمال أو اتجاه الجنوب قال لي لو أنا جبت البوصلة دي وقربتها من موصل يعني سلك حامل طيار بلاقي القطب الشمالي بتاع البوصلة اتحدد يمت السلك يبقى دال لذلك على إن وجود إيه المجال المغناطيسي يبقى البوصلة دهية الاتجاه الشمالي هو اللي بيحدد اتجاه المجال المغناطيسي يعني البوصلة لما تلف كده وتلاقي كلمة الشمال جات عند السلك يبقى اتجاه المجال المغناطيسي ماشي في نفس الاتجاه اللي هو الاتجاه الشمالي تمام كده يبقى ممكن استخدام برضو لإيه البوصلة في تحديد اتجاه المجال المغناطيسي طيب وكذلك يمكن برضو تعيين اتجاه المجال المغناطيسي باستخدام قاعدة البريمة لماكسويل ايه قاعدة البريمة دي الماكسويل قاعدة البريمة العمينا ماكسويل ده عالم برضو من العلمة زي عمينا هنري وعمينا قوم وكلوم والناس اللي هي تعبت في حياتها ديت عشان توصلنا المعلومة الجميلة ديت وبجد بنشكرهم وبجد بجد الناس ديت عشان توصلنا للنقاط ديت فتحت أفاق كتير جدا خلت العلم تطور والنظريات دي سابتة ومش تتغير لوم القيامة لان دي قواعد كهربية استحالة تتغير ماكسويل قال ايه قال لو انا جدت مصمار بريمة اللي انتوا عارفينه ده هو وحطته في خشبة وانا بربط مش بربط يمت اليمين كده قال لي اتجاه المجال بيكون كده اتجاه المجال بيكون يمت الربط لكن لو فكيت لا يبقى مش اتجاه المجال يبقى انا لو عايز اعرف اتجاه المجال اللي ماش في السلك عارفوا ازاي هجيب حتة خشبة كده وحط فيها مصمار بريمة ولف بايدي لو اتجاه اليمين كده يبقى ده اتجاه الايه اتجاه المجال المغناطيسي بيكون حول الموصل وبيقى في اتجاه اللف ولا اتجاه الربط بيقى في اتجاه الربط وليس في اتجاه الفك خلاص كده ده ماكسول قال كده قال لي سن البريمة بيكون في اتجاه الطيار ولو انا خليت اتجاه اليمين في اتجاه الطيار فيكون اتجاه الدوران هو اتجاه خطوط المجال باتجاه الدوران وانا باليف كده هو اتجاه خطوط المجال المغناطيسي حول الموصل ليه خدنا الطرق دي كلها عشان نعرف المجال المغناطيسي ماشي مين ماشي شمال ماشي ايه اتفاقنا ان المجال المغناطيسي بيبقى حول الموصل زي تجربة البرادة والسلك لما حصل لنا التجربة اول ما بدأنا تأثير كهو المغناطيسي طيب المجال المغناطيسي يا مستر اللي انت عملتوا لنا من الصبح ده وبيكون حول الموصل وممكن اعرفه عن طريق البوصلة ممكن اعرفه عن طريق قاعدة فيلمينج او قاعدة لادي اليومنى ممكن اعرفه عن طريق نظرية او القاعدة البريمة بتاع ماكسويل او ممكن اعرفه عن طريق التجربة اللي خدناها في الاول خالص هل المجال المغناطيسي ده هو ليه خواص؟ يعني السلك اللي معدي قدامي ده هو اللي شال طيار ليه خواص؟ اه اول خاصية ان المجال المغناطيسي حول الموصل يكون على شكل دوائر متحدة المركز اذا كان السلك مستقيم ودي ثبتناها اول ما اشتغلنا الحلقة وان لو جبنا شواء براد حديد وحطناها على كرتونة ووصلنا طيارة عن طريق بطارية هلاقي الكرتونة عملت ايه؟ لمة البرادة دي هتكون لها على شكل دوائر زي الدوامة وشارط كل الدوائر تكون متحدة لايه؟ المركز فأول خاصية من خصائص المجال المغناطيسي ان المجال بيكون حول الموصل على شكل دوائر متحدة المركز ولازم الشسلك هنا يكون سلك مستقيم وفيه سلك غير مستقيم يا باش مهاندس اه فيه سلك غير مستقيم ايه بقى؟ سلك الاولابي؟ سلك حلزوني؟ سلك دائري؟ ما هو الأسلاك أنواع؟ فاكريني الملفات اللي خدناها في الحلقة السابقة؟ الملفات دي مش كتا عاملة زي الحلزوني كده اه هو دا اسمه ملف حلزوني وفيه سلك على شكل دايرة لكن السلك المستقيم المقصوب بيه السلك اللي انتوا شايفينه دا دا سلك ايه؟ سلك مستقيم عشان كده لما اجا قولك المجال فين؟ قول لي حول الموصل وبيكون في ايه بقى؟ في دوائر متحدة المركز برافو عليكم عشان احنا ندلس الثلاث انواع من الاسلاك دا همت؟ طب ليه؟ عشان لما نجي ندلس المحركات والمولدات والمحولات ابقى عارف الطيار ماشي فين؟ والمجال ماشي فين؟ مابقاش تاية ابقى عارف ان الطيار الصباع اليمين او الابهام هو بيقول الطيار في اتجاه دا هوت؟ والاتجاه كل صوابعي بتشيل اتجاه المجال وخدت قاعدة مهمة جدا مع الخواص ان المجال المغناطيسي بيكون حول الموصل لو كان السلك مستقيم وشرط يكون على شكل دوائر والدوائر دي كلها متحدة قال المركز برافو عليكم شوفوا الخاصيات التانية بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي تازداد كسفت المجال كلما اقتربنا من الموصل كل ما هتقرب من السلك كل ما كسفت المجال تزيد كل ما الفضل المغناطيسي يبقى كتير جدا يبقى هنا علاقة ايه بقى؟ علاقة ترضية كل ما هقرب من السلك او من الموصل كل ما كسفت المجال تكون زيادة طب نشوف التالتة بيقول لي ايه بقى في التالتة؟ بيقول لي تتغير شدة المجال المغناطيسي مع تغير شدة الطيار هو الطيار ده ورانا ورانا يا مستر اه طبعا الطيار كان في الحس عكسي كان في المقاومة عكسي هنا نفس الكلام برضو كل ما انت عايز تغير لو غيرت شدة المجال هتلاقي الطيار تغير يبقى العلاقة مشيق معه تتغير شدة المجال المغناطيسي مع تغير شدة الطيار يعني الطيار بتاعي عالي المجال يبقى يتغير لو غطي الطيار برضو يتغير الرابع بيقول لي بقى يتغير اتجاه خطوط المجال بتغير اتجاه سريان الطيار مش احنا اتفقنا مع بعضنا ان سريان الطيار ده ممكن يبقى الاعلى ممكن يبقى الاسفل ممكن يبقى يمين ممكن يبقى شمال كل ما بتغير اتجاه الطيار كل ما بتغير في شكل خطوط المجال المغناطيسي او في اتجاهها او في عددها اللي هو بيسموها التغير في اتجاه خطوط المجال يبقى اتجاه خطوط المجال المعناطيسي بيتغير نتيجة الطيار إجابة صحيحة يتغير نتيجة اتجاه سريان الطيار هو الطيار ليه سريان؟ طبعاً الطيار اللي عادلة يعني لو مش كده يبقى اتجاهه أمامي فيه ممكن يبقى خالفي فيه ممكن يبقى الأعلى ممكن يبقى الأسفل خلوا بالكم ان التجاهات دي لازم نعرفها بالتفصيل عشان لما نيجي نشتغل على نظريات بتاعة توليد الطيار القهراب إن شاء الله في سنة ثانية وثالثة أو نيجي نشتغل على نظريات المحركات لن ندرس إن شاء الله في الترم الثاني في سنة ثانية أو في سنة ثالثة الترم الأول كاملة بندرس كل المحركات والمولدات التوافقية الخامسة بيقول ليه بقى يمكن معرفت اتجاه المجال المغناطيسي بوسطة زي ما قلنا البوصلة أو قاعدة اليادي اليمنى أو قاعدة البريمة العمينة ماكسويل يبقى ديولة ثلاث طرق أحدد ديهم اتجاه خطوط المجال المغناطيسي أو اتجاه المغناطيسي عندي حتة بقى مهمة جدا بيقول ليه بقى القاف ده الكاف اختصال لكلمة القوة الدفعة الكهربية المستنتجة من المجال المغناطيسي ونظرية المولد شفتوا بقى الكلام كله بيصب في حتة واحدة احنا ليه بندرس مغناطيسية مهن المغناطيسية مع الكهرباء بيديني مولد مغناطسية مع قهربة يديني محرك مغناطسية مع قهربة يديني محول خلوا بالكم ان كل الاجهزة اللي شغالة ديت عشان تشتغل وتولد قهربة تغزد الدنيا دي كلها لازم يكون في مغناطسية وعشان اشغل الغسالة وشغل الخلاط وشغل لازم يكون في مغناطسية وعشان احول الطيار من قمة كبيرة في المحطات وخليه قمة صغيرة عشان يجين البيت لازم مغناطسية فبالتالي لازم اعرف كلمة القوة الدفعة الكهربية المستنتاجة في الموصل عن طريق المغناطسية واعرف نظرية عمل المولد اللي بنيت عليه كل الحاجات اللي انت شفتها بقى في التقدم العلمي ده من بقى من غليات تولي الكهرباء لحد طاقة الرياح لحد الطاقة الشمسية لاختراع الجميل ده اللي ببلاش خالص اللي هي الطاقة الشمسية بتاعتنا الجميلة دي لحد ما نوصل للغليات لحد ما نوصل للسد العالي التوربينات دي كلها كل ده شغال بنظرية واحدة بس بتاعت عمنا فرضاي اللي هنتكلم عنها اللي هي النظرية اللي يشوفه من قدم الزمن وشغالين بها الغد دلوقتي اللي هي قانون فرضاي او قانون التوليد الكهرابي او نظرية عمل المولد الكهرابي بيقول لي ايه بقى بيقول لي قانون فرضاي للمولد الكهرابي بيقول لي اذا قطع موصل ساحة مغناطسية فانه تستنتج به قوة دفعة كهربية بالحس المغناطيسي وتكون قيمتها اكبر ما يمكن عند زاوية قاطع تسعين شايفين الشكل ده؟ ببساطة كده ده قطب الشمال اهو وده قطب جنوبي يعني ايه مصد يعني مغناطيس مش احنا اتفقنا مع بعضنا ان المغناطيس قطب شمال وقطب جنوبي اهو وحط في النص انه هو ده موصل الموصل هنا المقصوب بايه؟ سلك سلك عادي اللي شايفين الشكل المربع ده هو ده اسمه سلك ودي حلقتين وده هيت يد كل ما بتدور اليد ده هيت كل ما الكهربا بتزيد 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 تروح جايما طلع الطيارة هو اللي هو الـ AC فولتاج ده هو اللي هو منبع الطيار اللي هو الطيار اللي انت شايفه ده شايفين النظرية؟ الرجل الجميل ده هو تقال لينا ايه بقى؟ قال لينا اذا قطع موصل ساحة مغناطيسية فانه يستنتج في هذا الموصل قوة دافعة كهربية ايه الكلام ده يا مستر؟ يعني انا لو جبت قطب شمالي وقطب جنوبي مغناطيسية ايه؟ وروح جاي حطت في السكة نهوة موصل يعني حتة سلك ودي حركة يتولد كهرباء ببساطة كده؟ اه ببساطة كده وهي دي نظرية عمل المولد اللي انت بتشوفه في كل الدنيا يبقى ما جاء اقول لك ايه نظرية عمل المولد وينت الرسمة دي في تخيالك او في زاكرتك الجميلة دي قول لي ايا مستر لو انا جبت قطب شمالي وقطب جنوبي عمنا فرضاي ايه بقى؟ اذا قطع موصل ساحة مغناطيسية فبدل ما قول قطب شمالي وقول قطب جنوبي هقول ساحة مغناطيسية وحط في السكة موصل فانه يستنتج في هذا الموصل قوة دافعة كهربية بتكون اكبر ما يمكن عند زاوية قطع 90 يعني الموصل ده هو لو عمل زاوية 90 درجة بينه وبين القطب الشمالي والقطب الجنوبي يعني ايه 90 شايفينه الطب ده هو دي اسمها زاوية قطع كام 90 عشان كده الكهرباء بتبقى في اعلى نقطة عند زاوية قطع كام 90 درجة ومن هنا قانون اللي هو بيسموه قانون فرضاي قاعدة تانية اللي هنشار عليها برضو قاعدة فيلمينغ لليدية اليومنا فيلمينغ ده ليه بقى شايفين ايدك اليمين دي خلوه بالكم القاعدة الاولى اللي عملناها عشان نحادر اتجاه ليه الطيار لكن القاعدة دي بقى بتستخدم في حاجة تانية خالص هنتكلم عنها دвойوقت بقول لي قاعدة ليدي اليومنا في فيلمينج بيقول لي ī ايدي اليومنا هي صباعي الابهمة ده هوات بيشيل الحركة صباعي سبابة بيشيل الماغناطيس صباعي ده هو بيشيل اتجاه الطيار اللي هو الوسطى بولي ايه بقى ابسط راحة يدك اليومنا يعني خلي ايدك اليمين كده زي ما انتم شايفينها في الشكل كده بحيث يدخل المجال الماغناطيسي عموديا المجال الماغناطيسي شايفين السهم الازرق ده داخل عمودي ايه اللي يحصل بقى قال اتجاه الاصابع هو اتجاه القوة الدفع الكهربية المستنتجة والابهام ده هو اتجاه الحركة اتجاه الحركة هو الابهام يعني ايه الكلام ده مستر يعني انا لو جبت ايدي اليمين كده جبت ايدي اليمين كده وبسطها كده قال لي خليتها عموديا على الموصل قال لي اتجاه الابهام ده هو بيشيل اتجاه الحركة وبقيت السوابع الاتنين ده هما بيشيلوا اتجاه المجال الماغناطيسي او القوة الدفعة الكهربية المستنتجة يبقى من هنا بفهم ايه بقى بأفهم أن التوليد كله عشان أولد كهرباء ونقلها من أسوان لإسكندرية لجميع محافظات مصر لجميع الدنيا لازم يكون عندي مغناطيسية عشان كده كان عنواننا النهاردة الكهرومغناطيسية لأن الاتنين دول إيه؟ روح واحدة عشان تولد كهرباء لازم كهرباء عشان تولد كهرباء لازم كهرباء يعني مصر يعني لازم يكون عندي سلك والسلك ده هو بيدور حول مجال مغناطيسي وزاوية القاطع لازم توصل لتسعين درجة عندها أكبر قيمة للقوة الدفعة الكهربية عشان أحصل على أكبر قيمة للقوة الدفعة الكهربية لازم السلك يكون عمودي على المجال المغناطيسي أو على القطب الشمالي والقطب الجنوبي ودي نظرية عمل المولد اللي قالها من عندنا الأول خالص فرضاي نص قانون فرضاي عشان ما اللي أخبطش بقى ركز بقى معي النوتس الأولاني قانون فرضاي قال لي إيه؟ قال لي إذا قطع موصل ساحة مغناطيسية فإنه يستنتك في هذا الموصل قوة دفعة كهربية أكبر ما يمكن عند زاوية قطع تسعين دي نظرية عمل المولد أو قانون فرضاي للمولد الكهربية عمنا فيلم جال إيه بقى؟ عشان يزبط لي الكلام ده هو بيعقب على زميله فرضاي بقول إيه؟ بقول لو أنا عايز أستدل على ده قال لي اتجاه الحركة في إيدي اليمين الإبهام بيشير ليه وبشرط يكون المجال المغناطيسي عمودي على سباع الإبهام أو على سباع السبابة فالسباع السبابة والوسطى ده هم بيشيروا لاتجاه القوة الدفعة الكهربية أو اتجاه المجال المغناطيسي وصلت كده يبقى أنا فرقت بين فرضاي وفرقت بين مين؟ بنعمنا فيلمك طيب تعالوا ببص كده على حاجة تانية بيقول لي عشان أولد كهربا طبيعي بقى عشان أولد كهربا أو عشان أطلع كهربا لازم يكون عندي ثلاث شروط الرسمة دية اللي فهمها البنت الشاطر أو لاد الشاطر يقول للرسمة اللي فاتت دي كان فيها ثلاث حاجات مهمين جدا كانوا فيهم ثلاث حاجات مهمين جدا عشان تولد كهربا لازم يكون عندك ثلاث حاجات الراجل هنا قال ليه بقى عشان أولد كهربا لازم يكون عندي أول حاجة مواصل سلك عشان أولد كهربا لازم يكون عندي سلك تمام كده سلك الكهرابي مصنوع بقى من نحاس مصنوع من الالمونيوم من الفضة من الذهب من البلاتين المهم تكون مادة موصلة مصنوع من السلك اتنين وجود مجال مغناطيسي اللي هو القطب الشمالي والقطب الجنوبي تلاتة ان يقوم الموصل بقطع خطوط المجال لازم الموصل يشتغل يلف يعني مش اجيب الموصل كده واسيب ولأ ده لازم الموصل ايه شايفين الرسمة الاول ما اشتغلنا جبتلكوا الرسمة كده وقبتلكوا ان دي نظرية عمل المولد وقلنا القانون بتاح فرضاي قال لي عشان اولد طيار كهرابي او عشان اولد قوة دفعة كهرابية او عشان اولد كهرباء لازم يكون عندي ثلاث شرور الشرط الاولاني سلك اللي هو الموصل الشرط التاني مجال مغناطيسي طب المجال مغناطيسي ده هيجي منين يا مستر هجيبه من السوبر الماركت لا ده انا هجيبه من قطب شمالي وقطب جنوب اللي احنا قلنا عليه مغناطيسي التالتة بقى ان لازم يكون فيه خطوط مجال مغناطيسي تقطع عشان تقطع يبقى لازم فيه حركة لازم في حركة ان الموصل اللي يلف فكل ما هيلف هيقطع خطوط المجال ولما يوصل لزاوية قطع تسعين يعني عمودي يحصل لان انت يبقى عندك اكبر قيمة للكوة الدفعة الكهربية عشان كده لو جالي سؤال اكمل وقال لي من متطلبات توليد كوة دفعة كهربية نقط ونقط ونقط ما قفشي ماورش الدنيا صعبة اقول للدنيا كويسة جدا المستقل قللنا عشان اولد كهرباء لازم يكون عند تلات حاجات الموصل والمجال ولازم شرطة اساسي ان الموصل يقطع خطوط المجال اللي احنا بقول عليها الحركة طيب بيقول ليه بعد كده بقى الرجل بيقول لي عشان اعمل يعني اتأكد ان ان انا خطوط المجال دي تكتعت بالتمام والكمال لازم اعمل ثلاث حاجات بقول لي ثلاث طرق لاتمام عملية قطع خطوط القوة المغناطسية بواسطة الموصل عشان اضمن ان الموصل قطع الخطوط بتاع المغناطسية لازم يقف bracelets عندي تلات طرق، الطرق الأولانية الموصل يقطع المجال المغناطيسي يعني شرط أساسي عشان أولد كهرباء زي ما قلنا موصل ومجال وحرك طيب الطرق الأولانية دي بيعملها ليه؟ عشان أضمن إن خطوط المجال المغناطيس أو خطوط القوة المغناطيسية قطعت الموصل عن طريق إيه بقى؟ الموصل يقطع المجال المغناطيسي قال لي في هذه الطريقة المجال المغناطيسي بيكون ساكن يعني إيه بيكون ساكن؟ يعني المجال مش بيتحرك بينما الموصل هو اللي بيتحرك بأول طريقة المجال المعدسي سيسابت وبيتكلمش خالص الراجل أهل ساكت كده مين بقى اللي عمال يتحرك رايح جاي السلك عمال يتحرك اللي هو الموصل فبالتالي هيولد قوة دفعة كهربية تسبب حركة المؤشر وتستخدم هذه الطريقة في مولدات الطيار المستمر يبقى الطريقة ده هيك تستخدم في توليد الطيار المستمر اللي هي مولدات الطيار المستمر بتاعتنا اللي هي زي الديزل وزي الأفراح والمعازي والحاجات اللي بنشوف المولدات اللي بتشغل في السرادق وبتشغل السوان والحاجات دي كلها والقاعة الأفراح دي ممكن لو الكهراء بقى طعب بنجيب مولد كبير كده بيسموه الديزل ده مين اللي بيشغله بقى او الشرط الاتمام عشان يحصل خطوط مجال مغناطيسي ايه اللي بيحصل؟ ان المجال هو اللي ساكن لكن الموصل هو اللي بيلعب بديله هو العمال يليفي لفي فالموصلة ده بيشتغل هو اللي بيتحرك هيولد قوة دفع ايه؟ كهربية بس القوة الدفعة الكهربية اللي هتستنتج هنا تستخدم في الطيار المستمر خلوا بالكم دي اول واحدة عايزكم تعرفوها والنوتس ده ولا تسجلوه جدا جدا عشان الحاجات دي هتفيدك كتير قوي في اللي جاي ان شاء الله يبقى اول طريقة الموصل يقطع المجال المغناطيسي يبقى في ايه الشرط اللي هنا عشان اللي من الحتة ديها ان المجال هو اللي سابت والموصل هو المتحرك فهيولد قوة دفع كهربية هتحرك المؤشر يولد كهرباء الكهرباء دي تستخدم في ايه؟ في مولدات الطيار المستمر طي الطريقة التانية بقى المجال المغناطيسي يقطع الموصل المجال هو اللي هيقطع الموصل اللي في هذه الطريقة الموصل هو اللي ساكن بينما المجال المغناطيسي هو المتحرك عملية عكسية كان هناك الموصل هو اللي المتحرك والمجال هو اللي ساكن هنا العكس المجال المغناطيسي هو اللي متغير او هو المتحرك بينما الموصل ساكنا فتتولد القوة الدفعة القهربية في الموصل فهتسبب حركة في المؤشر عشان كده الطريقة دي تستخدم فيه بقى في مولدات الطيار المتغير طب اقف كده سطوب كده وخليك معايا دي او واحد افهم من كده ان احنا عندنا مولدات للطيار المستمر ومولدات للطيار المتغير اه طبعا مولدات الطيار المتغير دي بقى اللي في المحطات بتاعة التوليد سواء كانت المحطات البخارية اللي في شبرا الخيمة او المحطات اللي في اسوان المحطات اللي عندنا والمنوية اللي ان شاء الله في الضفعة كل دي محطات قوة كهربية مترددة يعني الطيار متغير الطيار المستمر اللي احنا قلنا عليه اللي احنا بنشوفه في حياتنا في بيتنا لما الكهرباء بتقطع بنجيب المولد اللي عندنا ده المولد بقى ده ايه ظروفه احنا خدنا قاعدة اساسية عشان اولد كهرباء لازم موصل ومجال وحرك موصل ومجال وحرك لو انا عايز اولد طيار مستمر او اشتغل في مولدات الطيار المستمر ايه اللي يحصل ايه الشرط ان الموصل هو اللي يتحرك والمجال هو اللي ساكن خلاص طب لو انا عايز اشتغل في المولدات بتاع الطيار المتغير اعمل العكس اخلي الموصل هو اللي ساكن الموصل هو السلك هو اللي ساكن والمجال هو اللي بيلف حواليه هو اللي بيتحرق فبالتالي هيتولد قوة دفعة قهربية او مجال معناطيسي او قوة دفعة قهربية بتسبب حركة المؤشر فبيولد طائر متغير عشان لو جيلك الحتة دي في الاسئلة بتاعتك الجميلة اللي انت هتسألها دي على الصفحة او هتسألها نفسك او هتسألها المسطر عندك في المدرسة هو ايه الفرق عرفنا الفرق لو سبتنا المجال المجال معناطيسي وحرقنا الموصل ينتج مولدات طائر مستمرة ولو عملنا العكس طائر متغير برافو عليكم تعالوا بقى نشوف التالتة بيقول لي ايه بقى الراجل هنا بيقول لي تغيير المجال معناطيسي ان المجال معناطيسي نفسه هو اللي هتغير يعني في هذيه الطريق يكون الموصل والمجال ساكنين اوبا خلوا بالكم هنا الاتنين ساكنين مش مش يتحركوا يعني غير متحركي لا المجال ولا الموصل ولكن يتم تغيير المجال المغناطيسي عن طريق امرار طيار متغير فتخلوا بالكم انت قلت لي في الاولانية ان واحد يبقى ساكن والتاني متغير يعني لو المجال ساكن يبقى الموصل متغير يعني متحرك ولو كان الموصل هو اللي ساكن يبقى المجال متغير في الطريقة التالتة بقى ان الاتنين ساكنين يعني ايه ساكنين يا مستر يعني لده ولا ده بيتحرك طب هيتحرك ازاي همدوا بطيار متغير فهوصلوا بطيار متغير فالطيار المتغير هيحصل له بقى هيغير من حركته فتتولد كوادفع كهربائي تعالوا كده الراجل بقى بيقول لنا إيه بيقول لنا في هذه الطريقة يكون الموصلين بيكون الموصل والمجال المعناطيسي ساكنين أي غيرهم متحركين ولكن إيه لا يحصل يا مستر يتم تغيير المجال المعناطيسي عن طريق امرار طيار متغير في أحد الملفين الساكنين همرر طيار في أحد الملفات الساكنة أو الملفين الساكنين وتستخدم هذه الطريقة في المحولات الكهربية طيب يبقى أنا كده خدت فكرة عن ثلاث حاجات مولدات طيار مستمرة مولدات طيار متغير محولات كهربية المولد لما احنا خدناها في الابتدائي لأنه أنا بدي له حركة يديني كهربا المحرك بدي له حركة بدي له كهربا يديني حركة زي محرك الغسالة ومحرك الخلاط اللي عندنا في البيت المحول ده بقى جيه منين عشان كده نجي نعرف المحول إن شاء الله في الحلقة الجاية بإذن الله بيقول لي هو جهاز ساكن ساكن يعني إيه؟ يعني المجال المغناطيسي ساكن والملفات ساكنة شفت بقى الكلام؟ وهم له الصوت ما بيحدش حركة كده انت أول ما بتحط فيشة الخلاط بتسمع صوت بسم الله ما شاء الله الغسالة نفس الكلام المحول بيبقى تبقى حطه في البيت كده جنب التلفزيون أو الكهرباء عندنا وتسمع له الصوت لأنه جهاز ساكن فالمحول ده عشان أشغله لازم المجال المغناطيسي مع الموصل يكونوا الاتنين ساكنين ومدوا الطيار فلو مدته الطيار بيبتج عنه إيه؟ مجال مغناطيسي فبيشغل المحول وده هنتعرض عليه قوي أو هنقضوا بالتفصيل قوي قوي إن شاء الله بإذن الله في الحلقة الجاية بإذن الله بيبقى احنا عندنا ثلاث أوضاع أو ثلاث طرق عشان أتمم قطع الموصل للمجال المغناطيسي طريقة الأولانية إن أنا أثبت المجال وخلي السلك يدور الطريقة التانية إن أنا أخلي السلك يثبت والمجال هو اللي يدور الطريقة التالتة لخلي ده ولا ده يدور للتاني هو الساكنين بس سمر الطيار عن طريق الحلقتين أو عن طريق الملفين الساكنين فبيستنتد فيه مجال مغناطيسي أو طياره كهربي الطيار ده هو بيستدم في المحولات الكهربية ودول الطلاث طرق اللي بس أتغل بيهم أو أضمن بيهم إن أنا تميت حاجة اسمها أطع خطوط المجال المغناطيسي طيب تعالوا نشوف حاجة تانية هنا بيقول لي إيه بقى الرجل قانون فرضاي الأول اللي هي نظرية المولد اللي إحنا لسه أخدينها من شوية بيقول لي إيه بقى بيقول لي نص على أن القوة الدفعة الكهربية التي تتولد في موصل تتناسب ترضيا مع معدل تغير خطوط القوة المغناطيسية التي تقطع الموصل واحدة واحدة كده يا مستر فرضاي في الأول قال لي لو أنا جبت مغناطيس قطب شمالي وقطب جنوبي وحطيت وسط موصل هيتولد في الموصل ده قوة دفعة كهربية ده راح جاء اللي إيه بقى القوة الكهربية اللي طلعت تتناسب تناسبا طرديا مع خطوط المجال المغناطيسي أو مع معدل تغير خطوط القوة المغناطيسية التي تقطع الموصل بيسي إحنا لسه إليه من شوية إن المجال المغناطيس ده ليه خطوط الخطوط دي تقطع وعند زاوية القطع التسعين بيوصل إلى أكبر قيمة يبقى هنا علاقة إيه برافو عليكم علاقة ترضية كل ما خطوط المجال زادت كل ما القوة الدفعة الكهربية تزيد واللي قال كده مين عمنا فرضاي ومن هذا القانون أو ده القانون بقى على أساسه إيه بنيت نظرية عمل مولدات الطيار المستمر ومولدات الطيار المتغي يبقى نظرية عمل المولد اللي موجود عندنا في جمهورية مصر العربية وفي أي دولة في العالم من اللي بانا النظرية بتاعتنا اللي بانا النظرية فرضاي لما قال قانون أو قانون فرضاي للقوة الدفعة الكهربية أو قانون فرضاي للمولد الكهربية طيب في حتة بقى هنا هنركز عليها بقول لي ايه عشان أميز من القوة الدفعة الكهربية التي يمكن تولدها بالتلت طرق اللي فاتوا إن أنا آي أضمن ايه بقى أضمن هنا إن أنا حركة الموصل في وجود مجال إن الموصل لو كان ساكن وفيه موصل ممكن يكون متغير وفيه موصل ممكن يكون الاتنين ساكنين فقال لي ايه بقى قال لي لو انا اتفأت على تسمية القوة الدفعة الكهربية الناتجة عن حركة موصل في وجود مجال معناطيس يساكن بالقوة الديناميكية يبقى ايه القوة الديناميكية ان القوة الدفعة الكهربية النتجة ان الموصل متحرك والمجال سابت يديني قوة دفعة ديناميكية والقوة الدفعة الكهربية الناشئة عن حركة المغناطيس والموصل هو اللي سابت بيسموها قوة استاتيكية يبقى أنا عندي ديناميكية وعندي إيه استاتيكية إيه الفرق بينهم؟ الاستاتيكية والديناميكية ديك لسه إلها من شوي الديناميكية إن الموصل هو اللي بتحرك والمجال هو اللي سابت والاستاتيكية إن الموصل هو اللي سابت والمجال هو اللي بتحرك فبيديني قوة دفعة استاتيكية عرفت فيك حاجة اسمها استاتيكية وحاجة اسمها ديناميكية فيه بقى عنوان مهم جدا اسمه الحس الذاتي او التأثير الذاتي ايه بقى الحس الذاتي الرسمة اللي قدامنا دي هتعبار عن ايه برافو عليكو شطرة وشاطر بيقول لي دي ملف يا مستر اه محنا لسه ياخدين الكلام ده في الحلقة اللي فاتت ان ده ملف وده مفتاح ودي بطارية البطارية ده هي اتأول مهقفل المفتاح هتاخد الطيار والجهد اللي ماش في البطارية تنقله اوتوماتيك لمين للملف ايه اللي يحصل بقى بقول لي اذا مر طيار قهرابي في ملف فان مرور الطيار القهرابي بالسهم اللي انت شايفه السهم او شوف السهم هيمشي كده هيخش في الملف اهو هيخش هنا حلزوني يطلع اهو شوف ايه اللي حصل هنا السهم ده لاق سهم ضده والسهم ده لاق سهم ضده والسهم ده لاق سهم ضده كل سهم من دول دخل اهو طلع من هنا بس فيه تضاد هنا او الاسهم هنا ضد بعضه قال لي ايه بقى قال لي اذا مر طيار قهرابي في ملف فيبدأ مرور الطير الكهرابي بالسهل ويعمل على زيادة الفضل المغناطيسي كل ما الطيار هيمشي هيزود الفضل المغناطيسي من الصفر إلى قيمة سبتة ويعمل توصيل المفتاح على التغيير في الفضل كل ما هوصل المفتاح هيعمل تغيير في الفضل فينشأ قوة دفعة كهربية بيسموها قوة دفعة كهربية بالتأثير يعني ايه بقى الكلام ده يا مستر بصوا الحتة دي او بقى بقى اللي تعرف ظاهرة الحس الزاتي هي توليد قوة دفعة كهربية بالتأثير في ملف نتيجة لتغيير الفض في نفس الملف تعالوا بقى ايه ايه يعني ايه الكلام ده يا مستر يعني انا لو عندي موصل او عندي ملف والملف ده مررت فيه طيار كهربية في الحلقة الاولانية هتتنقل للتانية والتالتة والربعة والخمسة عن طريق حاجة اسمها الحس الزاتي يعني الملف نقل الفض المغناطيسي لنفسه وبنفسه عشان كده سموه ايه بقى؟ سموه حس ذاتي يبقى الحس الزاتي الحس الزاتي هو عبارة عن ايه؟ ان انا هنقل فض مغناطيسي من ملف لنفس الملف مش الملف تاني يعني انا عندي ملف مقوى من مجموعة لفات لو الملف بتاعي مر فيه طيار الحلقة الاولانية هتتنقل للتانية هتتنقل للتالتة والربعة والخمسة عشان كده قال لي ايه؟ تعتبر ظاهرة الحس الزاتي هي توليد قوة دفعة كهربية بالتأثير يعني الحلقة الأولانية اتأثر عليها في ملف نتيجة تغير الفيد في نفس الملف يبقى الملف الأولاني ده هوت هيمرت طيار كهربي هيتولد فيه طيار كهربي هيتغير الفيد فيه نتيجة تغيير الفيد في نفس الملف يبقى الملف الأولاني لو أنا مثلا عندي أربع حلقات أو خمس حلقات الحلقة الأولانية أو الملف الأولاني اتولد فيه فيد هيتنقل للتانية والتالتة والرابعة نتيجة تغيير الفيد في نفس الملف على النقيد بقى عندنا حاجة تانية اسمها الحس المتبادل خدتوا بالكم الرسمة الأولانية كان عبارة عن ملف واحد والملف ده هوت ليه مفتاح والمفتاح له إيه؟ ليه بطارية هنا إيه اللي حصل بقى؟ جبت دائرة معناطسية هيت أو دائرة كهربية هيت وحطت ملف على يمينها وملف على شماله والملف على يمينها حطت معاه مفتاح وبطارية والملف التاني حطت معاه محملة داس محملة كده إيه اللي يحصل بقى؟ قال لي توليد قوة دفعة كهربية في ملف نتيجة تغيير المجال المغناطيسي في ملف آخر إيه يا مستر الكلام؟ يعني كلمة فيد ذاتي أو حس ذاتي إن أنا هغير الفيد المغناطيسي في ملف فبيتبعه تغيير الفيد المغناطيسي في بقية الملف عشان كده سموه حس إيه؟ إذات statistics يعني لو فأنا عندي شوية في الملف شوية فλη في ملف وقفلت المفتاح فالفيد المغناطيسي سيتنيقل لنفس الملف عن طريق إيه؟ الفيد المغناطيسي اللي يتولد في أول حلقة طيب، الحس المتبدل بقى إيه؟ أنا عندي ملف والتاني بعيد عنه خالص زي الحلقة اللي قدامكم ملف في يمين وملف تاني بعيد عنه خلص في شمال بس في حلقة تربط بالاتنين عبارة عن قلب حديد فلو انا وصلت طيار على الملف اللي على ايدي اليمين هيتولد فيه مجال مغناطيسي يتبعه فيض مغناطيس هيتنقل عن طريق التبادل للملف اللي بعيد عنه وده بيسموه الحس المتبادل يبقى انا عندي حسين حس ذاتي وحس متبادل الحس الذات ان الملف وهي ظاهرة ان القوة الدفعة الكهربية او الفيض المغناطيسي في ملف هيتنقل لنفس الملف عن طريق الحس المتبادل بينهم او عن طريق الحس الذاتي بين الملف والملف اما الحس المتبادل ان انا هجيب ملف احطه في حتة وملف تاني في حتة تانية خالص خلوا بالكم الملف ده فيه كهرباء والتاني ما فيهوش كهرباء هو او مش توصل معاه بس سيحصل ايبقى الكهرباء او الفيض المغناطيس هيتنقل من الملف ده يروح للملف ده عن طريق الحس المتبادل اللي هو انتقال القوة من ملف لملف آخر لكن لو القوة بتتنقل من ملف لنفس الملف بيسمونه حس ذاتي لكن الحس المتبادل إن أنا عندي مكان فيه كهرباء أو فيه فيه مغناطيسي هيتنقل لمكان تاني أو لملف تاني خالص لا يقرب له ولا يعرفه عشان كده سمونه حس يبقى حس متبادل وديت نظرية عمل المحول الكهربي يبقى الحس المتبادل بنيت عنه نظرية المحول الكهربي اللي إن شاء الله هنتعرض عنه قريب جدا في الحلقة الجاية بإذن الله شايفين بقى هنا الرسمة دي فهمتوا بقى إيه؟ يعني أنا لو عندي هنا كوة دفعة كهربية استنتجت في ملف هتتنقل للملف دهوت خلوا بالكو معيني الاتنين مهوت مش لازقين لبعض أو مش جنب بعض أو مش ملف واحد ده دي حلقة والحلقة دي أدوبك هي الرابط خلت الكهرباء اللي هنا نقلته هنا عن طريق الحس المتبادل يبقى أنا هنا هطلع من المعلومة دي أن أشهر التطبيقات على ظاهرة التأثير المتبادل أو التأثير الكهرومغناطيس المتبادل هي المحولات الكهربية اللي ده هنسميه الملف الابتدائي وده هنسميه الملف السنو طيب فيه عندي قانون اسمه قانون بيوت سفر تبقى ليه بقى تبقى لي لو أنا عندي لو أنا عندي مسافة اسمها R وطيار شدته اسمها I والسلك اللي اسمه طول لو ضربت ميو اللي هو ثابت النفاذية المغناطيسية في قيمة الطيار وأسمت على محيط الدايرة اللي هو 2 باي R يطلع لي حاجة اسمها شدة المجال المغناطيسي اللي احنا بنونا عليها إيه؟ بيوت سفرت اللي هو B يعني كسفت الفيد ووحدتها التسلا I شدة الطيار ووحدته الأمبير R اللي هي المسافة وتبعد عنه ولازم تكون بالمتر طيب ملخص كده سريع النهاردة تعرضنا في حلقتنا عن حاجة اسمها التأثير الكهرومغناطيسي أو التأثير الكهربي أو التأثير الكهرومغناطيسي للطيار الكهربي اتفقنا مع بعضنا عشان أولد كهرباء لازم يكون في مغناطسية وعشان أولد مغناطسية يلزمني 3 شروط الشرط الأولاني موصل الشرط الثاني مجال الشرط الثالث أتأكد إن خطوط المجال قطعت الفيد اللي احنا بنقول عليها حركة وبالتالي عملت ثلاث طرق عشان أولد كهرباء لو أنا سبت الموصل وخليت المجال المغناطيسي هو اللي يتغير يديني تأثير متغير لو أنا خليت الموصل هو اللي ساكن والمجال المغناطيسي هو اللي ساكن والموصل هو اللي بلف يطلع مولادة تأثير مستميل لو سبتت الاثنين يطلع لحاجة اسمها المحولات الكهربية خدت حاجة اسمها الحس المتبادل وعرفت بإيه الفرق بينه بين الحس الزاتي إن الحس الذاتي قوة دفعة قاربية تستنتك في ملف هتتنقل لبقية الملف في أوتوماتيك من غير ما تدخل القوة الدفعة القاربية لو كانت في ملف وتتنقل لملف تاني بيسموها حس متبادل وخدنا الفرق بالاتنين واكتشفنا مع بعضنا إن الحس المتبادل دهوت في نظرية عمل المولد بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا شكرا جزيلا لكم النهاردة كنت سعيد جدا بيكم مستني استصاراتكم إن شاء الله على صفحة البرنامج ومستني تعليقاتكم ومستني كمان الأسئلة بتاعكم شكرا ليكم وإن شاء الله بإذن الله مستقبل سعيد ويوم مشرق ليكم بإذن الله ومستقبل جميل جدا ليكم شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته